رسمياً بدأ تفويج رحلات حجاج بيت الله الحرام من الحج السياحي والحقيقة أنه لجنة العليا للحج واتحاد الغرف السياحية كان لهم دور مهم جداً في وضع الضوابط والتيسيرات الخاصة برحلات الحج والخدمات اللي بتقدم للحجي خلينا نعرف تفاصيل أكتر من إبراهيم عليوة عضو اتحاد شركات السياحة اللي معنا دلوقتي عبر الهاتف صباح الفل عليك أهلا بيك السباح في كل فندم زي حدرتك سيد محمد زي حدرتك أهلا بيك يا فندم يعني كل سنة بنتكلم عن ضوابط الحج السياحي السنة دي إيه هي أهم الضوابط دي يعني إحنا بدأنا من نهاية العام الماضي بعد الحج مباشرة بدأت اجتماعات في وزارة السياحة بعمل ضوابط دي الحج السياحي وقسمت العدل السنة دي طبعا كانت 23 ألف أزيد من العام الماضي وكانت قسم عبارة عن 13 ألف تأشيرة منهم حج فيران اقتصادي ست تلاف حج منهم حج عن طريق البر عن طريق النوبة على العقب يعني وأربع تلاف منهم منهم العدد الأقل كان مستوى الخمس نجوم وكان كل مستوى مقسم إلى أقسام يعني الخمس نجوم فيه صف أول وفيه صف تاني من الحرم الدولة اهتمت السنة دي بالحجاج الاقتصادي داتهم عدد أكبر حج للخمس نجوم خاد بما يعادل 17% من عدد الحجاج السنة دي الباقي كان حاجة 2% لحجاج البر وحجاج السيارات الاقتصادي نزلت الضوابط وعلنت فيه عمل قرعة يوم 6 يناير ويتعرف من الحجاج اللي فائزوا بالحج هذا العام وطبعا احنا بنهليهم كلهم لكل الفائزين برحلة الحج الرحلة المقدسة لأنها في الآسد دي دعوة من الله ربنا عاجعوا لهم ان ربنا دعاكم إلى بيته اه انتو دولا عن المثل مليون مصري اختار 23 ألف منكم فانتو دي مسؤولة كبيرة من الله عليكم وعلى ورش الشركات السياحة وعلى وزارة السياحة الممثل الرسمي لينا اه فيه تعاون كبير جدا بيننا وبين وزارة الحج السعودي اه بمجرد من انتهت القرعة وفي اجتماعات حدث الاجتماعات بين اللجنة الحنية الممثلة لوزارة السياحة بورشة شركات السياحة اه مع الجانب السعودي اه من الوزارة الحج الوزارة الحج السعودي ورحلة شركة رحلات ومناطع اللي هي مسؤولة عن الطوافة في كل من عرفة ومن اجتماعات دورية اتعملت حاليا دلوقتي لدى صفر طبعا اللي كل جميع الحجاج سلموا تأشيراتهم وبتنى عمل عقود برضو من جانب الشركات نعمل ندوات تعريسية وندوات دينية بيهم قبل السفر طبعا فيه رحلات وصلت بالفعل من الجاج البري بقى من ثلاثة فيام بيسافروا فيه ناس منهم في المدينة وفيه ناس منهم النهاردة النهاردة احنا كنا لوزع المبارح في المطاط جانب كبير جدا من السيران الاقتصادي اللي هم هيدخلوا اقتباع من 25 دلقعدة اه في مكة ان شاء الله اه الى انتهاء الرحل اه توافد الحجاج يوميا في احنا شفنا انا شفت بنفسي انا قلت في المطار المبارح في نودع رحلات عندنا شفت بنفسي المطار جاهزية عالية جدا اه شركات سياحة اه جاهزية عالية جدا من اصحاب الشركات موجودين بنفسهم فيه تؤديع الرحلات تمام اه فيه لينا برضو هناك اه من اه موظفين شركات سياحة موجودين في الفنادق باستئبال الحجاج استئبال الغرط من الفنادق طيب استاذ براهيم خلينا نسأل حضرتك عن طبيعة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج قبل السفر وبعد الوصول كمان طبعا بيتأمين شهادات طبية هنا بيتطلب عشان خاطر تحكم على تأشير الحج لازم فيه شهادات طبية صحية تطلب من الحج بيأخذها من المستشفات العامة في مصر اه جميع انواع وطبعا بيتطلع فيه رقابة جدا من وزارة الصحة هنا اه بالنسبة هناك في لجان صحية تابعة لي للايك عالية سعودية والجان صحية طلع معانا هنا اه من وزارة الصحة اه لمتابعة الحبياج اه عايز اقول لك في اه لجان صورة موجودة السعودية هناك لو اي مشكلة حصل يعني يوم التحرك صورا على طول الفنادق معظمها فيه تحتها اه لجان صحية كل كوندق فيه عدد فجاج المصريين بتلاقي فيه لجان صحية موجودة في الفنادق يعني الحج مجرد ما بيشعر بالتعب بيلاقي فيه زي كثيرا موجودين ولجنة صحية موجودة اه طبعا السعودية طبعا مش ادو اقول لك المتشفيات السعودية عاملة ازاي المتشفيات على اعلى اعلى مستوى واعلى خدمة الحج بالنسبة لي السعودية وبالنسبة المصر ده عقوبة الرقم واحد بالنسبة لنا كلنا بنشتغل اه مع بعض المتكاتفين اه مع بعض في الاستقبار الحاج والتي نؤمن عليه اولا باول طيب لو فيه خدمات او برامج تبقى متوفرة لكبار السن خلييني اقول ودوي الهمم هل فيه خدمات خاصة بيهم طبعا فيه في المطار حتى فيه تجسيس عجل ليهم لكبار السن من حيث انه معاهم فيه عمال في المطار وبيطلعوا بيهم من باب خاص السيارة بنزل لكبار السن وكده نفس الكلام في النطار وصول سواء نطار المدينة او مطار جدة في نفس الفندق برضو ويوصل بيامل عمرته وفيه برضو الكراسي عجل موجودة وفيه التنادق اه لا يعني فيه ثنان مغير عادي لكبار السن فيه سواء في مصر او في الشعوبية او في مكاتب الصوافة هناك طيب اتفضل قد يحتاج الحجاج في بعض الوقت المرشدين الدينيين ممكن يساعدوهم مثلا في الشعائل وكده ده موجود حساسي صبعا فيه اصلا فيه اتفاق اتعمل بروتقول بين غرفة شركات السياحة وبين وزارة الأواف اه اتعمل ان فيه لدعاء حيث يكون مسافرين موجودين هناك مع الحجاج السياحة المرشدين بحيث بقى طول انا انت عدت ان يا بحلة دي اجلبها يساعدو بيطلع على عرفة اصلا قبل ما يطلع على العرفة للجناتج ده عرفة ومنها اه وهو ده الحج ده الراسي اه ده يعني اتفضل الحج هو عرفة بيتعمل فيه الفنادق اه في المساجد في الفنادق ناجي يتعمل ندوات دينية اه 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 او من شركات السياحة لان كل تضامن مثلا كل اه عشر شركات سياحة او خمس شركات سياحة بانضامن مع بعض ومنطلع داعية اه يطلع دي الفوج ده اه بيعرفون متواصل مع السجاج في الفيادق بندوات الدينية بيعطوهم ازاي حج لان فيه ناس احنا بنتفاجئ لهم ان هما بيطلعوا اول مرة ما طلعش عمره قبل كده تمام يعني انا اشافش السؤالي قبل كده فبيتعمل ازاي بالنحية الدينية الناحية الادارية انا عايز اقول لك ان اه موظفين الشركات وصحاب الشركة نفسهم موجودين نتفى دي انه من ساعة المستلم الجواز من الشركة الى انتهاء الحج وهو معاه اول باول اه بجنبي لذلك انا بنصح الحج في احنا الحج بصفة عامة ان يلتزم مع الشركة يعني يخليك دي ما يبجيانك مش في الشركة لأن المسؤولية عشان نتجعنا بقي تأخير اكيد او انه احد الحجاج يفقد يعني خلال حج البيت يعني كل الشكر لك استاذ ابراهيم عليه وعضو اتحاد شركات السياحة ربنا يتقبل يعني لحجاج بيت الله السنة دي وربنا يكتبها لنا يا رب يا ربكم منهم شاء الله سنكي يا رب يا رب